افتتح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية المعرض التشكيلي إبداعات والذي أقيم يوم أمس في قاعة مؤسسة الأيام للنشر بتنظيم من مجموعة كن فنانا وبمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقام معالي وزير الخارجية بجولة في أرجاء المعرض معربا عن سعادته بما يتضمنه من أعمال فنية متميزة تعكس إبداعات الفنانين التشكيليين المشاركين وقدراتهم الواضحة في التعبير عن رسائلهم التي يريدون إيصالها بلوحات فنية راقية ورسومات بديعة مؤكدا أن معرض إبداعات يعكس ما يحظى به الفن التشكيلي من اهتمام كما يوفر منصة مهمة لتلاقي هؤلاء الفنانين بما يسهم في دفع الحركة التشكيلية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والوصول بها إلى أفضل المستويات وتقدم معالي وزير الخارجية بشكر لمجموعة كن فنانا ولجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض التشكيلي وما يبذلونه من جهود كبيرة كي يخرج بالصورة المشرفة لمملكة البحرين ويجسد قدرتها على احتضان مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية متمنيا لهم ولجميع الفنانين المشاركين كل التوفيق والنجاح من جانبهم عبر الفنانون التشكيليون المشاركون في المعرض التشكيلي إبداعات عن عميق شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ورعايته الكريمة للمعرض وما لقوه من دعم وتشجيع على الاستمرار في أعمالهم الفنية ترجمة نانسي قنقر